عندي جدول زي ده موجود فيه 6 تسكات وبتكراره كل يوم اليوم الاول والتاني والتالت والجدول ما هو الا الموقف بتاع كل تسك في كل يوم لو تاخد بالك عندي مواقف متشابهة ولا انكن بنعبر عنها بكلمات مختلفة مثلا لو خدت بالك كلمة زي delete ممكن اعبر عنها مثلا بpending كمان كلمة زي complete او finish ممكن اعبر عنهم بكلمة done وطبعا ده ممكن يعمل لي مشكلة لو حبيت اعمل تقرير لانه الالفاظ مش موحدة وبالتالي انا محتاج اخلي كلمة delete احط مكانها pending و complete او finish احط مكانهم done عشان اعرف اعمل كده عملت جدول او خريطة بترجم بيها الاسامي ف delete هحولها ال pending complete احولها ل done و finish برضو احولها ل done وهنستخدم power query عشان نوحد الالفاظ في الجدول بالكامل وما يبقاش عندي غير كلمتين بس يا اما pending يا اما done تعال نشوف هنعمل كده ازاي السلام وعلا وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد فيديو apq08 من سلساة power query متقدمة او advanced tower query النهاردة بنتكلم على دوال القوائم او list functions هنشوف ازاي ممكن استخدم دوال قائم دي عشان اعمل تغييرات مهمة جدا داخل جدول حتى مش داخل قائمة ومثالا النهاردة هنشوف زي ممكن نستبدل مجموعة كبيرة من القيم مرة واحدة حتى لو كانت داخل اعمدة مختلفة جوه الجدول هنعمل اعمدة الاستبدال بمساعدة جدول خارجي او جدول مساعد هيكون في القيم القديمة والقيم الجديدة اللي عايزين نستبدلها كمان هنشوف ان الكلام ده ديناميكي جدا يعني لو اضفنا اعمدة جديدة او صفوف جديدة او حتى حبينا نغير الكلام اللي موجود في الجدول المساعد كل ده حيشتغل بشكل ديناميكي مجرد بنعمل الرفريش الكويري تعال يا الله نشوف هنعمل كده ازاي على الشمال الجدول اللي فيه السيت تاسكات وزي ما انت شايف مرة مستخدم مرة 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 فمحتاجين نعمة عامية التوحيد وتحت الجدول اللي كوناه عشان نترجم الالفاظ القديمة بالالفاظ الجديدة او القيم اللي لدي تتحول الى building وcomplete تتحول الى done و часов banget تتحول الى done مجموتين دول من البيانات متحيويين الى هاتف الجدول الي تحت اسمه status map والجدول الي فوق اسمه task status اول حاجة نريد ان نوديهم على الpower query دلوقتي الجدولين موجودين على الpower query الاول اسمه task status وده البيانات بتاعة الجدول الاصلي والتاني اسمه status map وده في الجدول المساعد موجود في القيم القديمة والقيم الجديدة كل قيمة وصادها القيمة المقابلة لها تعال نرجع تاني ونشوف لو عايزين نعمل عملية استبدال لأي عمود من الأعمدة هنعمل ايه ممكن اختار مثلا العمود اللي هو day one واروح على transform وممكن استخدم replace value من الانترفيس عادي خالص هيديني زي ما انت شايف مكان ادخل فيه الفاليو اللي بدور عليها ولتكن مثلا تعال نختار كلمة زي كلمة مثلا delayed وعايز ابديلها بكلمة ولتكن مثلا كلمة pending وندوس على اوكي بص خد بالك delayed موجودة في السطر التاني لو دوست اوكي اتغيرت بقت pending ولو حاولي نبص على فهم لابار هتلاقي انه والله يستخدم اسمها table to press value ويشاور على خطوة السابقة وبعد كده اديته الكلمة القديمة والكلمة الجديدة واستخدمنا function اسمها replacer ودي علشان تقوله ان انا عايز اعمل replace the text وكمان حطينا اسم العمود في البرامتر الاخير طب افرد هنا عايز احط مجموعة من القيم مش قيمة واحدة سابقة وقيمة حالية لا عايز احط قيمة واثنين وثلاثة ازاي ممكن اعمل كده اعتقد المعادلة دي مش هتساعدنا خالص لازم استخدم مكانها معادلة تانية المعادلة تانية هستخدمها مكانها هتكون معادلة بتشتغل على list واسمها list.place matching items من اسمها طبعا محتاج لانا اديها list يلا في الحالة دي ممكن اشيل الخطوة دي وتعالى نجرب نعمل الكلام ده مع بعض هستخدم fx عشان افتح خطوة جديدة هو بيشاور لوحده على السورس لكن انا لو بعد السورس ده فتحت square bracket وكتبت اسم اي عمود وليكن day one وعملت علامة الصح فهيحولها لي زي ما حالك شايف كده الى ايه هيحولها لي الى list وفيها مجموعة من القيم يبقى انا ممكن على الخطوة دي ابدأ او على اللي انت شايفه الكود قدامك ده ابدأ اطبق عليه الفنكشن اللي اسمها list.replace matching items فحقف قبل كلمة source وابدأ اكتب list.replace matching items مفيش مشكلة وبعين افتح قوس واشوف طالب مني ايه طالب مني اول حاجة list as list ودي طبعا listة انا منديها له اللي هي جوة source واخد منها العمود اللي اسمه day one فكده الشرط الاول مفيش مشكلة وبعد كده كاما وهيقول لي عايز replacements as list يعني عايز مني listة تانية يكون فيها الحاجات اللي عايز ابدلها لكن طبعا عشان اعمل الاستبدال لازم ادي قيمة قديمة وقيمة جديدة القيمة القديمة والقيمة جديدة مع بعض الاثنين دول مع بعض حيبه جوة listة ولو اديت اكتر من قيمة هيبقى عندي listة كبيرة جواها مجموعة من الليستة الصغيرة يبقى قوائم داخل قائمة يبقى ممكن استخدم carry bracket وكمان carry bracket مرة كمان وابدأ اشوف مثلا حاجة زي delayed طبعا جوة اتنين دول كوت لاني هتديده تاكست فحقول له والله ده ديليد وعايزك لو سمحت تبدلها لي بكلمة pending وكمان اطلع خالص بقى بره الزوج الاول من carry bracket وادديده زوج اخر من الاستبدالات فحفتح تاني carry bracket وقول له والله دور لي على كلمة مثلا finish طبعا لازم جوة اتنين دول كوت وكلمة finish دي لو سمحت عايزك تبدلها لي بكلمة done وهقفل الدول كوت وفي الاخر خالص حقفل القوس الخارجي واعمل عملية الصح او ادوس على علامة الصح وهتلاقي فعلا ان finish اتبدلت بdone وحتلاقي delayed ما تبدلتش غريبا مكتوبة غلط فعلا ممكن اشيل الاس زيادة دي واعمل كده تاني هتلاقي delayed اتبدلت بpending وفنش اختفت وظهر مكانها done والعملية الى حد ما بتعمل اللي انا عايزه يبقى تعالي قرأ تاني كده الفنكشن دي مع بعض list.replace matching items هفتح قوس وديها list الليست اهيه الخطوة السابقة اللي هي عبارة عن جدول اخدت منها عمود واحد اللي هو day one يبقى انا كده بتديله list وبعد كده عايز مني replacements داخل قائمة او داخل قائمة من القوائم يبقى انا كده هتديله مجموعة من الازواج وكل زوج بيمثل قيمة سابقة وقيمة حالية او قيمة قديمة وقيمة جديدة يبقى delete هنحط مكانها pending وfinish هنحط مكانها done والدنيا ماشية بشكل كويس اوي دلوقتي عرفنا ازاي ممكن اعمل عملة استبدال لاكتر من قيمة في وقت واحد زي delete pending وfinish by done والكلام اشتغل بشكل كويس اوي ولكن بدل ما استعملها بشكل hard coded كده بدل ما هي الاستبدالات دي مكتوبة بالادين بالشكل ده عايزة تكون بشكل ديناميكي واستخدم الجدول المساعد اللي اسمه status map يبقى اول خطوة زي ما شفنا انا محتاج ادي الفونكشن اللي اسمها list to place matching items محتاج اديها قائمة او مجموعة من القوائم داخل قائمة عشان اعمل كده يبقى الجدول ده لازم يتحول الى نفس الفورمات اللي هو مجموعة من القوائم داخل قائمة وكل قائمة صغيرة ما هي الا الزوج اللي موجود في صف من صفوف دول يعني عايز قائمة فيها delete pending وcomplete مع done وfinish مع done وكلهم يكونوا داخل قائمة واحدة عشان اعمل كده هاعمل كده في عمود جديد يبقى هروح على قلم ولو سمحت انا عايز custom column هحتفظ باسمه زي ما هو custom وهقف على المنطقة بتاعت الفورمولا وبمنتهى البساطة هفتح carry bracket واعمل double click عشان اختار العمود الاول وبعد كده كما وال double click عشان اختار العمود التاني واقفل carry bracket وبالشكل ده كل record او كل صف هيتحول الى قائمة تعالى ندوس اوكي ونشوف ادي الكولوم الجديد او الكاستوم كولوم جوا كل صف منه في لستة لو عملت تشاك على اللستة دي هتلاقي جواها الكلمتين بتاعنا delete مع pending اللي بعديها complete مع done والاخيرة finish مع done يبقى العمود ده بالنسبة لي كل صف منه عبارة عن قائمة طب انا عايز احاول العمود نفسه الى قائمة سهلة جدا هاقفل formula bar وبعد الكود كله بتاعته بدو تقات كولوم هافتح square bracket واكتب كلمة custom اسم العمود الاخير اللي لسه عمله واعمل ال check mark او علامة الصح فبقى عندي لستة واللستة دي جواها لستة صغيرة لستة كبيرة وكل لستة صغيرة ما هو الا الزوج اللي هستخدمه في عملية الاستبدال دلوقتي انا نجحت احاول الجدول المساعد الى قائمة كبيرة جواها مجموعة من القائم الصغيرة وداخل كل قائمة صغيرة عندي زود من المعلومات الجزء الاول او المعلومة الاولى هي معلومة القيمة القديمة والمعلومة التانية هي معلومة القيمة الجديدة والفورمات ده جاهز عشان استخدمه لما اجي اعمل استبدال للبيانات اللي موجودة في الجدول الاساسي اللي هو task status رجعنا له تاني وكان فيه خطوة عملناها عشان نجرب موضوع list.replace matching items فتعا نمسحها ونشوفها نعمل اي دلوقتي علشان اقدر استخدم الفونشن اللي اسمها list.replace matching items فانا محتاج احاول الجدول بالكامل الى قائمة كبيرة والقائمة الكبيرة دي جواها مجموعة من القوائم وكل قائمة عبارة عن عمود من عواميد الجدول ده عشان اطبع عليها واحدة من دوال القوائم اللي هي list.replace matching items طب اعمل كده ازاي فيه فونشن كويسة قوي اسمها table.tocolumns يعني بقوله لو سمحت الجدول ده حوله الى اعمدة وطالما حولته الى اعمدة كاني حولته الى مجموعة من القوائم وعشان اعمل كده هستخدم fx وهيعمل reference الخطوة السابقة اللي هي source في خطوة هي اسمها custom one وممكن اقف قبل كلمة source واستخدم الفونشن اللي قلنا عليها اللي اسمها table.tocolumns وبعد كده افتح كوس وهرجع اقفله في النهاية ويأكليك على check mark او علامة الصح وفعلا هتلاقي عندك قائمة كبيرة وكل قائمة صغيرة او قائمة داخلية هتلاقي فيها عمود من اعمدة الجدول اللي كان موجود في خطوة زي ما انت شايفة او الليستة فيها من task 1 لحد 6 وبعد كده اللي بعد كده بتمثل كل عمود من الاعمدة تعالى بقى دلوقتي نحاول نعمل عملية الاستبدال طيب اعملها ازاي اول حاجة محتاج اضيف عمود تاني ولكن طبعا انا واقف جوه الليست مش جوه الجدول فالاول هحتاج ان انا احولها الى جدول طبعا وانا واقف على الليستة دي انا على حاجة اسمها transform على list tools حاجة اسمها transform فممكن على طول اقول له convert to table هدوس اوكي وهلاقي انها تحويت الى جدول اسمه column 1 مفيش مشكلة ممكن اخليها زي ما هي دلوقتي ممكن اروح على add column واقول له add custom column وممكن اعمل عمود جديد في العمود الجديد ده هقدر اعمل عملية الاستبدال طبعا اخد بالك ان دلوقتي عندي مجموعة من القواهيين القائم فممكن استخدم عليها على طول الفونكشن اللي اسمها list.replace matching items هفتح قوس وداخل هذا القوس هدخل column 1 وcolumn 1 هو ما هو الا مجموعة من القواهيين وبعد كده هعمل قامة وعايز استخدم الكويري التانية اللي اسمها status map اللي انا قريدي جاهزتها وعملتها مجموعة من القواهيين داخل قائمة كبيرة عشان تعمل عمودة الاستبدال يبقى ممكن اكتب اسمها على طول status map وبعد كده اقفل القوس واعمل اوكي تعالى نشوف ايه اللي حصل بقى عندي كولوم جديد والكولوم ده في مجموعة من القوائم تعالى كده نتشك اه دي القائمة الاولى مفيش تغيير لان ما فيهاش ولا matching item تعالى نروح القائمة التانية pending delayed وبعد كده done complete finish pending لو روحت هنا بصيت كده هتلاقي بس pending و done عامة عامة تعالى نبص هنا pending complete و done بص هنا مفيش غير pending و done نفس الكلام هنا في finish وفي delayed وفي pending هنا برضو pending و done يبقى انا جاحت اعمل عملية استبدال لمجموعة الحاجات مع بعض تعالى قبل ما نكمل نعمل تسمية للخطوات اللي هنا خطوة ادت كاستم الاخيرة دي ريت كليك و رينيم وتعالى نسميها ريبليسمنت مثلا تم فيها عامات الريبليسمنت و الخطوة بتاعت كاستم ون تعالى نعمل نعمل رينيم و نسميها كونفيرت توليست و كده انا جاهز مفضلش غير اني ارجع تاني احول مجموعة القوائم دي الى جدول واحد و يبقى انا كده خلصت التاسك بالكامل دلوقتي انا عندي عمودين عمود فيه مجموعة من القوائم تمثل الجدول الاديم قبل عملية تغيير القيم و عمود تاني اسمه كاستم و فيه اللسة الجديدة اللي تم فيها عامات الاستبدال و بقت صلاحة دلوقتي ان انا استخدمها از تابل جديد او نتيجة نهائية و عايز احول مجموعة اللسة او القوائم لداخل العمود ده الى جدول جديد عشان دي نفس الشكل اللي بدأت بيه في الاول خالص عشان اعمل كده ممكن استخدم اسمها طيب عشان اعمل كده هستخدم و زي ما انت شايف كتاب لي او عمل وهي الخطوة السابقة طب انا عايز كلها ده عبارة عن جدول لا انا عايز اتجاهل العمود الاول واشتغل بس على العمود التاني اللي اسمه كاستم يبقى ممكن افتح واكتب كلمة كاستم وبعد كده اكليك على الشيك مارك فبقى عندي لستة من المرة التانية لستة وجواها مجموعة من اللست و زي ما انت شايف هي دي اللستة اللي انا محتاج احولها يبقى ممكن هنا ارجع تاني على فومولا بار وقبل احط الفنكشن بتاعتي اللي اسمها تابل دوت فروم كولومز وبعد كده افتح القوس واقفله في الاخر بعد وبعد كده اعمل التشيك مارك مرة تانية فتحول عندي الى جدول زي ما انت شايف بنفس الترتيب ولكن بتوجهني مشكلة ان انا فقدت رؤوس الاعمدة او فقدت الهيدرز بقى عندي كولوم وان لغاية كولوم خمسة ازاي ممكن اعمل القصة دي لو رجعت على فومولا بار وبعد اول برامتر او اول وعملت كاما هيقول لك ايه كولومز از ايني يبقى انا ممكن ادي له الكولومز او الهيدرز بتاعت الكولومز علشان يقدر يديني الهيدرز بشكل صحيح بعد اما اعمل تحويل من قوائم او من اعمدة الى جدول طب انا هجيبها منين موجودة في الاول خالص في السورس يعني ممكن ارجع للسورس هتلاقي اسامي الاعمدة هو ده اللي انا محتاجه طب اجيبها ازاي ممكن اضيف خطوة والخطوة دي لازم تكون قبل خطوة او قبل اخر خطوة يبقى ممكن اقف على ريبليسمنت هنا واضيف خطوة جديدة وطبعا هقول لي انسير ستيب هقول له ماشي وهمسح اللي مكتوب هنا وهبدأ استخدم فونكشن اسمها تابل دوت كولوم نيمز هفتح القوز وطالب مني ايه طالب مني تابل اس تابل فممكن ارفرنس على طول الخطوة بتاعة السورس وبعد كده اقف الاخر واعمل انتر هتلاقي مدي لك قائمة والقائمة دي جواها اسامي الاعمدة وطبعا دي قائمة ديناميكية ممكن اغير اسم الخطوة دي رايت كليك ورينيم وهيسميها مثلا هادرز ممكن استخدم الخطوة دي بعد كده في الخطوة اللي وراها اللي اسمها كاستم وون روح على كاستم وون طبعا هتلاقي فيها مشكلة لانه بقى بيريفرنس الخطوة اللي قبلها اللي اسمها هادرز لا انا عايز ويرجع خطوة الوراء وبدل هادرز دي ممكن اخليها ريبليسمنت وبعد كده استخدم الشيك مارك والدنيا كده رجع التمام وزي ما اتفقنا ان فيه برامتر بعد كده لو عملت كاما حيقولي عايز الكولومز از اني فبالتالي ممكن اديلو الخطوة اللي قبلها اللي اسمها هادرز ولو عملت الشيك مارك مرة كمان هتلاقي الهادرز بقت مزبوطة بشكل هايل اخر حاجة تعال نغير اسم الخطوة دي رينام ونسميها دي مثلا ريزلت طالما غيرنا اسمي بقيت الخطوات فكده كل خطوة مفهوم بالزبط اللي حصل فيها ايه اعتقد كده احنا جاهزين ممكن نعمل لود للتيبل ده هروح على هوم وبعد كده كلوز ان لود كلوز ان لود تو طبعا خليك فاكر احنا اشتغلنا على اتنين كويري مع بعض فلو عملت لود هيلود اتنين في وقت واحد وانا مش عايز كده فهقول له only create connection وادوس على اوكي وبعد كده هروح على task status وايتكليك واقول له لو سمحت لود تو هختار table existing worksheet وتعالى نخطها مثلا في الكلوم اللي اسمه اوكي وادوس على اوكي وقادي الديتا الجديدة بعد اما حصل لها موجودة قدامك بشكل هايل طيب هل ممكن الكلام ده يبقى dynamic يعني لو اضفت ايام جديدة بقى دول 3 اربع ايام لو خليناهم 7 ايام مثلا ايه اللي هيحصل انا عندي معلومات جديدة بتاعت الايام الجديدة في التابة اللي اسمها new days من اول day 5 لحد day 7 ctrl c واروح على ال data tab اللي فيها الجدول الاصلي ctrl v الجدول هيتمدد وبعد كده ممكن اعمل right click و refresh وتعالى نشوف ايه اللي حصل هوسع شوية عشان نقدر نشوف زي ما انت شايف حصل عملية replacement ولكن خد بالك انا عندي كلمة جديدة ظهرت اسمها waiting واضي واضي waiting واضي وطبعا ما حصل لها اي استبدال لانها مش موجودة في الماب بتاعتنا او في جدول الترجمة او في جدول القديم والجديد يبقى انا ممكن هنا ازود كلمة waiting وطبعا waiting دي شابه كلمة pending فممكن اديها pending وتعالى ووقتي نوقف تاني ونقول quiet click و refresh وزي ما انت شايف لو حبيت تبص تاني مش هتلاقي الا بس pending وdone وويتنج اختفت يبقى اي حاجة هتظهر ممكن استخدم المابنج تيبل ده عشان اغير اي حاجة انا عايزها جوه الجدول الاصلي وتطلع لي بشكل ديناميكي وطبعا لو زودت سطور مفيش مشكلة لو عادت اسكات زادة عن 6 برضو هتشتغل معاك بشكل هايل جدا بكده نكون وصلنا لهاية الفيديو لو اعجبك لو سمحت اعمل لايك واشتراك في القناة واسب لي تعليق شكرا جدا لوقتكو واتمنى يكون عجبكو وهنا هتلاقي لينكات لبعض الفيديوهات المهمة ممكن تبص عليها واستنون الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته